صباح فول على كل حبابيبنا العلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله يكون قدام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة التالتة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا المباراة هتكون الساعة 9 بالليل إن شاء الله على السادة القاهرة اللي بنلعب عليه ماتشاط دوري الأبطال اللي حسبنا به اللقب في الموسم اللي فات بالقضية على نفس الملعب يلا بينا فرينا بدخل ماتش النهاردة وهو عنده تلات نقاط نفس رسيد فيتا كلوب الفرقتين الحقيقة قدروا يكسبوا المريخ ويخسروا الفرقتين من سيمبا فرينا خسر طبعا من سيمبا في مباراة كانت صعبة جدا وخسرنا بهدف دون رد وده يعني أدل إن المجموعة تشفكت شوية لما كمان فيتا كسب المريخ بر ملعبه وكمان سيمبا كسب الماتشين وهيلعب المريخ النهاردة الساعة 3 العصر في السودان وهنشوف بقى ترتيب المجموعة هيبقى إيه بعد الجولة دي الحياة فرينا بيدخل ماتش النهاردة وهو عليه ضغوطات كبيرة جدا وانتقاضات لازعة من البعض لكن أنا شايف إن الفريق في الفترة اللي فاتت يعني معذور ومستر بيتسو مسماني كمان اللي بتشكك في قدراته إن هو يقود النادي الأهلي من الأساس الحياة شايف الموضوع ظالم جدا وفيه بعض الأراء اللي بتتكلم عن مستر بيتسو فيها شوية ظلم بيتسو المشكلة معافئ من وجهة نظري يعني شايف إن الراجل بيحاول يجهز على قد ما يقدر كل عناصر الفريق عشان تكون موجودة خاصة إن الفترة اللي فاتت دي فيه إصابات كورونا وفيه كمان إصابات عضلية وإجهاد كبير للفريق اللي بيلحم موسمين صعبين ببعض الفريق شفنا بيكسب السلسية في الموسم اللي فات وبيكمل بعديها على طول بيبدأ الموسم الجديد ببطولة كاس العلم للأندية اللي قدر يوفق فيها ويخرج بالميدالية البرونزية كتاني أفضل إنجاز أو بيقرر أفضل إنجاز حققه الفريق في تاريخه في البطولة العالمية دي طيب دلوقتي إيه المشكلة مستر بيتسو بيجهز كل اللعيبة هل ده يؤدي إن الفريق يتراجع بشكل كبير الحقيقة أنا شايف إن يعني الحد دلوقتي إحنا ماشيين بشكل كويس سواء في بطولة دور الأبطال اللي قسرنا فيها ماتش وكسبنا ماتش والنهاردة عندنا الماتش التالت إن شاء الله نكسبه والعجلة تدور كده في البطولة ونرجع لمكانة طبيعية كمتصدرين للمجموعة إن شاء الله مع انتظار تعصر سيمبا قدام المريخ والأشقاء في السودان يعملوا مباراة النهاردة قوية قدامهم طيب بعد كده مسابقة الدوري إيه الموضوع؟ مسابقة الدوري إحنا إيه لحد ما برضو ماشيين بشكل كويس جدا والأمور يعني ما بتتحسمش بسهولة زي ما كنا بنعمل في الموسم اللي فات في بدايته لكن ده ما يقللش من النادي خالص لكن بالعكس إحنا محتاجين نكون وراء الفرقة وندعم الفرقة خاصة إن يعني ظروف الإصابات كتيرة جدا والغيابات كبيرة جدا على النادي الأهلي شفنا مثلا بعد مطش طلع الجيش اللي كسبناه الأخير بنتيجة التين واحد في المباراة اللي تقلق فيها أجاييه والشناوي أجاييه نفسه نجم المباراة كان شكله مش جاهز بدنيا لسه راجع من إصابة ده غير كمان إن الشناوي تعرض لكدمة وكمان معاه أفشا ومحمد هاني والثلاثة كانوا بيؤدي تدريبات تأهلية في الأيام اللي فاتت قبل مطش النهاردة وبنتمنى إن شاء الله النهاردة يكونوا جاهزين 100% للمباراة ده غير كمان اللعيبة المصابة اللي بتتأهل دلوقتي وقربت ترجع زي وليد سليمان وناصر ماهر وكمان علي معلول اللي الحقيقة يعني غيابات قوية جدا لو في أي فريق تاني كان ممكن نشوف الفريق بينهار لكن الحمد لله فرقتنا لسه مسكة نفسها ووقفة على رجليها نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا في مطش النهاردة ويحقق التلات نقط ويرجع لصدارة المجموع واستنونا إن شاء الله يوم اللي أربع قبل مطش الإسماعيلي في الدوري ويلا يا أهل اشتركوا في القناة